اهلا بكم حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم والبداية دائما بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد البداية مع فقط بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنقرأ من الوطن التي عنونت شعبان لا أحد يمكنه التنبؤ كيف ستنتهي هذه الحقبة والخارجية واشنطن تحاول إبقاء حالة الفوضى وبكين أمريكا تهديد حقيقي للعالم بوتن يضع قوات الرضع الاستراتيجي في تأهب كذلك كتبت الحكومة تناقش رجال الأعمال بأسئلة اللحظة كيف نحصن الليرة وكيف نؤمن السلع في الأسواق وزير التجارة الداخلية للوطن مخزون القمح والمواد المقننة جيد وجود ولو التوريدات مستمر حتى نهاية العام أما عربيا اخترنا لكم البناء اللبنانية التي عنونت حكومة ليبيا جديدة قريبا وحسم توزيع الحقائب السيادية كذلك كتبت النيتو يتوعد بإرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وبرلين سنخصص 100 مليار يورو لتحديث قواتها ومن البناء إلى الشروق التونسية التي كتبت لليوم مخلفة خسائر فادحة للطرفين الحرب في أوكرانيا تشتد وثمانية عشر دولة تغلق مجالها الجوي أوروبا تعزل روسيا وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست حرب أوكرانيا تغيرات جو سياسية واسعة ونهاية النظام العالمي ذا نيويورك تايمز كتبت لليوم البنتاجونيان في مشاركة أمريكا لأوكرانيا ضد الروس في جزيرة زيميني الجارديان كان عنوانها العريض الغرب دائما يخسر أمام بوتين وأخيرا لموند الفرنسية ماكرون يطالب لكاشينكو بإخراج القوات الروسية من بيلاروسا ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها حيث عنوانت صحيفة ماركا لليوم حظ إنشلوتي وعودة برشلونة المتأخرة وبرشلونة مع تشافي جنة كرة القدم كوريا ليدالوس بورد كتابت لليوم الميلان سيحصم صفقة انتقال بوتمن للنادي واتفاق الرجال في برشلونة سيضم صخرة جوبونتوس الرد الروسي وإعادة التوازن العالمي عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية وجاء في تفاصيله تطورات الأوضاع في أوكرانيا أثبتت خلال الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة فقدت كل أوراقها الضغطة تجاه موسكو حيث الرد الروسي على الاستفزازات الغربية رسم نقطة بدء العد التنازلي لقرب انتهاء القطبية الأحادية إذ أن التحولات العسكرية والسياسية والاقتصادية في المشهد الدولي الراهن سترسخ قواعد النظام العالمي الجديد وتعيد التوازن للعالم بعدما استباحت الولايات المتحدة وذراعها العسكري الناتو أمن الشعوب واستقرارها وباتت سياساتها الهدامة تشكل خطرا داهما على العالم بأسره وتابع الكاتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بوتيرش قال إن الأمم المتحدة خلقت من أجل منع وقوع الحروب ولكنها فشلت في تحقيق هدف منع الحرب في أوكرانيا ولكن بوتيرش يتجاهل على الدوام بأن ارتهان الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية للسياسة الأمريكية والغربية هو ما يجعل هذه المنظمة عاجزة عن تنفيذ المهام الموكلة بها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكثيرا من الأحيان كانت هذه المنظمة الأممية متواطئة مع سياسة الغرب في إشعال الحروب واستهداف الدول ذات السيادة وسوريا أنموذجا ولا ريب بأن التصدي الروسي لنهج الهيمنة الغربية سيصحح مسار العلاقات الدولية وفي فقرة صحافة العدو قال محلل أشؤون السياسية في صحيفة ها أرتس الصهيونية إنه من العام 2006 نحن تقريبا لا نعمل فوق لبنان أبدا ونحن مرضوعون ولا نقصف ولا نقوم بالمعركة بين الحروب في لبنان وبحسب الصحيفة الصيونية التابعة للعدو فإن مصدرا عسكريا إسرائيليا قال إن وضعنا صعب في أجواء لبنان وطلعات جوية وتصويرية أقل وهذا يعني معلومات استخباراتية أقل عما يجري في لبنان بسبب محاولة حزب الله إسقاط مسيرة وفي فقرة تويتر اليوم نتناول تغريدة تحت عنوان كيف تحدد الوقت الذي تقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تفاصيل تغريدتنا لليوم كشفت شركة تدير مواقع للتواصل الاجتماعي عن أدوات جديدة لمساعدة الأشخاص على إدارة وقتهم على فيسبوك والإستجرام وتقول الشركة إن هذه الأدوات تم صنعها بالتعاون والإلهام من خبراء ومنظمات الصحة العقلية الرائدة وتوفر هذه الأدوات مزيدا من التحكم للأشخاص خلال الوقت الذي يقضونه على هذه الأنظمة الأساسية كما تطيح لك لوحة أو لوحة معلومات النشاط مراقبة متوسط الوقت الذي تقضيه في استخدام التطبيق على هذا الجهاز ويمكنك أن نقر فوق أي شريط لمعرفة الوقت الإجمالي لذلك اليوم وقد طرحت الشركة أيضا أدات تذكير يومية تتيح لك تعيين حدود وقت استخدام التطبيقات وتمنحك تنبيها عندما تصل إلى مقدار الوقت الذي تريد أن تقضيه في التطبيق الذي تقوم باستخدامه احذروا برد العجوز وتعرفوا على الحكاية عنوان خبرنا اليوم في فقط الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيلها ينتعش برد العجوز مع نهاية شهر شباط وتشهد أيامه الأخيرة هبوب الريح القوية والبرد بعد فترة دفء يظن الناس خلالها أن الشتاء قد شد رحاله وأقبل الدفء لكن من دون سابق إنذار يباغت البرد الأجواء وتعرف تلك الأيام ببيع عباته كناية عن الذي باع عباته ظنا منه بانتهاء وقت البرد ويقول أحد الخبراء إنه ورد في الموروث أن برد العجوز ينسب إلى عجوز في البادية توقعت عودة البرد بعد قدوم الدفء في مثل هذه الفترة ونصحت قومها بعدم جزي صوف الخرفان بعد ولم يسمع لها كثيرون فهلكت ماشيتهم بقدوم البرد وقالوا هو برد العجوز أو البرد الذي تحدثت عنه العجوز بعد قدوم الدفء برد العجوز يعني عجز الشتاء أو أنه في نهايته وهو يتألف من ثمانية أيام في آخر فبراير شباط والأول من مارس آذار وقد تمتد إلى العاشر من آذار وتتسم هذه الفترة بقدوم موجة باردة قد يصاحبها نشاط رياح باردة أيضا يطلق عليها نعايات بمعنى تنعى رحيل فصل الشتاء وهي آخر رياح باردة خلال الشتاء وعادة ما يسبق هذه الفترة ارتفاع في درجة الحرارة لكنه ارتفاع خادع ومؤقت إلى ريشة رسامي الكريكاتيرا وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم إلى اللقاء